طبعا ده الطرد هو الطرد ده اللي كان جايلي و احنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده الطرد ده انا هفتحه و هوريكم جايلي فيه ايه و اتمنى بس من الناس تدعمنا بلايك و شير و اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة و لو عندك اي تعليق اكتبه في التعليق طبعا افتحه انا هفتحه و هوريكم الطرد جاي فالبه ايه طبعا الطرد ده ملفوف حاجه يعني افتراحه و شايف ان هه مش مستهلك كمية الفوم ده و الثمه زي ما تقول ده امنوه صراحه ملفوف لفة غريبة ثم اخر اليوم طبعا النقل جهاز GBS وتطبيق عشان توصل جهاز GBS الجهاز ده مدفع له سيرفر مدى الحياة زي ما احنا شايفينه ده جهاز GBS ودي طريقة توصيله طبعا انا ورقكم الطرد هكمل لكم الفيديو بقى بطريقة توصيله وطريقة تجربته عملية هنشوف عملي فعلي ولا وهمي هل جهاز GBS ده هيعمل هيبان وهيسر الموتسيكل على التليفون ولا مش هيسر الموتسيكل على التليفون هل هقدر اتحكم فيه عن طريقه في الموتسيكل ولا مش هقدر طبعا الجي بي اس ده وظيفته انه هو بيحد الموتسيكل بتاعك فين حتى هو يعتبر مانع للسرق او لو متسيكلك انسرق بتقدر تتحكم فيه عن طريق التليفون طبعا انا هحاول اوصله لكم ووريكم طريقه توصيله وعلى فكرة ده مكان الشريحه بيركب هنا بالضبط وهوريكم طريقه توصيله وهوريكم هركبه على سلكين ايه في المكانه او الاربع سلوك دول هتوصله بطريقه ازاي علشان انه نقدر اتحكم فيه عن طريق التليفون دي بداية كده وانا فتحت لكم الطرد ووريكم اللي كان جاي في الطرد انا بصراحه شايفه هيكون جهاز امان للموتسيكل ان انت متقلقش على الموتسيكل وفقك بقى من السنتر لوك ومن الديسك لوك والكلام من ده والويرات والكلام ده كله وكلام حرام لو عايز يسرق الموتسيكل هيسرق الموتسيكل لكن احنا جبنا الجهاز ده لان في ناس كتيره بتسألني عايز اعمل مفتاح شده عايز اعمل مش عارف ايه ده كله كلام وهم الموتسيكل لو تسرق انت مش هتقدر تحدد مكانه لكن بجهاز ده تقدر تحدد مكان موتسيك لك في حتى وتقدر توصله وتقدر كمان من خلال الجهاز ده ان انت تقدر تبطل الموتسيكل يعني الموتسيكل الحرام ممكن يبقى راجبه تقدر تبطله وصلت طبعا ده الجزء الاول نام الفيديو هكمل لكم الفيديو عن طريقة تركيبه في الموتسيكل وطريقة ان انا هنزل الابيكيشن ده من على جوجل بلاي واتحكم في الموتسيكل لان انا هخلى حد ياخد الموتسيكل ويمشي به واتحكم في الموتسيكل هشوفه بيتحكم ولا بيتحكمش هشوفه فعل الجهاز ده بيقدم اداء فعلي ولا اداء وهمي